أحييكم من جديد أهلا بكم إلى برنامج الحدث المصري ونفتح ملفات الساعة الثانية وهي عن السوريين في مصر ففي ظل حملة تحرضية تبنىها إعلاميون ومصريون ضد اللاجئين السوريين في مصر على اعتبار أن بعضهم يشاركوا في تظاهرات مؤيدة للأخوان توالت ردود الأفعال مناددة بهذا العداء من الداخل المصري وخارجه لا سيما من الاتلاف السوري المعارض الذي دعا سلطات المصرية الانتقالية إلى حماية السوريين الذين لجأوا إلى أراضيها حملة تستهدف السوريين لكن في مصر هذه المرة قنوات إعلامية مصرية اتهمت بعض السوريين المقيمين في مصر بتقاضي مبالغ مالية مقابل تأييد الإخوان في الميادين حملة التشويه هذه رفضها الاتلاف الوطني السوري الذي دعا السلطات الانتقالية المصرية إلى ضمان أمن وسلامة السوريين الذين لجأوا إلى أراضيها مبديا استغرابه لتحريد الآلميين ضد السوريين عايزين نتعاطف مع حد ونقول ده بتقتلهم ودول بتضاربهم ما هم بضربهم ما هي المعارضة في سوريا مع سلاح النظام السوري ما بيروحش يضربهم وهم قاعدين في البيوت ومخبيين السلاح تحت السرير الاتلاف دعا السوريين في الوقت عينه إلى الابتعاد عن الميادين والمناطق المحتقنة أو التدخل في الشأن الداخلي المصري السوريين بيعرضوا نفسهم على الرجال المؤتصمين المجاهدين المناطقلين اللي تبع الإخوان ومن ولاهم جوزوهم ببلاش كده من أجل جهد المناكحة موجة المزاعم هذه اخترقت أكثر من وسيلة أعلامية وأتت على لسان أكثر من أعلامي مصري طلب السوريين بالعودة إلى بلدهم أو مواجهة المصريين في الشارع استخدام السوريين كمادة أعلامية ومحور للتجاذبات السياسية الداخلية في مصر رفضته رابطة الصحفيين السوريين التي طالبت القنوات الموسيئة لهم بالاعتذار استنكار هذا الخطاب التحريدي صدر عن جهات مصرية كذلك بينها أكثر من تسع منظمات حقوقية عبرت عن رفضها القاطع لما وصلت إليه بعض المنابر الإعلامية في مصر التي باتت أداة تحريد مستهترة بقيم الإنسان وهذا كان موقف الأعلامي باسم يوسف الذي اعتبر أداء بعض زملائه في المهنة غير موفق أما الأمم المتحدة فنددت بالاعتقال التعصفي للسوريين في مصر الذي يأتي في إطار موجة عداء تستهدف السوريين لافتة إلى إسهام القنوات المصرية في تأجيج المشكلة لا سيما أن هذا العداء غير المعهود بدأت تبعاته تترجم على الأرض نغم ربح العربية